اهلا بكم في هذه التقطية الخاصة كشفت دراسة حديثة ان فحص بالاسيط بالاشاعة السينية يمكنه ان يرصد احتماد اصابة الانسان بمرض في القلب خلال السنوات العشرة التالية وهو ما من شأنه ان يساعد على وقاية مبكرة من الاضطراب الصحي الخطير كشفت صحيفة ديليميل البريطانية ان برنامج بيعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكنه ان يرصد مخاطر امراض القلب بالاعتماد على صور الاشاعة السينية وبوسع البرنامج ايضا المعتمد على الذكاء الاصطناعي ان يرصد علامات مبكرة على ان شخصا ما يواجه احتمالا للاصابة بنوبة قلبية او سكتة ناجمة عن امراض في العضلة الحيوية بالجسم اوضح خبراء ان الاشخاص الاكثر عرضة للمخاطر تكون لديهم طبقة من الدهون الكوليسترول والمواد الاخرى العليقة بجدرات الشرايين وعندما تضيق الشرايين او تتصلب ان ذلك يؤدي الى صعوبة تطفق الدم من والى عضلة القلب وعند اذن تزيد المخاطر في الولايات المتحدة بتشير بيانات صحية الى ان اكثر من 20 مليون شخص يعانون مرض الشريان التاجي التي تودي بحياة عدد كبير من الامريكيان خلال سنة ويجرى تشخيص تصلب الشرايين في العادة خلال اجراء تحاليل دم الكوليسترول قد تستغلق وقتا وربما تتطلب ضفع مبالغ يجدها البعض مرتفعة بعض الشيء ويجري تقدير احتمال بالوفاء بالطراف صحة القلب استنادا الى عدة عوامل مثل العمر والجنس والعرق وضغط الدم والتدخين وسكري وفخوص دم اخرى لكن بحثين مختصين في الاشاعة في مستشفى ماسا شوستس العام الى جانب خبراء برنامج الذكاء الاصطناعي في مستشفى بيرمنجهام ببوستن بحثوا عن طريقة اسهل البحثون طوروا الى بامكانها تحليل صور الاشاعة السينية لاجل تقييم ثم اخضعوها لتدريب على طريق امدادها يزيد عن 40 الف صورة لاكثر من 40 الف مشارك ممن خضعوا لكشف طبي في مرحلة تالية قام البحثون بتجريب طريقتهم من خلال اللجوء الى صور مأخوذة من اكثر من 11 الف مريض ومن خلالهم اخذ دواء يقي من مدعفات امراض القلب ولحظة الدراسة ان نحو 10% تقريبا من بين العينة البالغة 11 الف اصيبوا بالطراب في القلب خلال العقد التالي ثم كانت المفاجأة ان الطريقة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي كانت صائبة في توقعتها لكل التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالتغطية اللي قدمناها لحضراتكم من تلفزيون اليوم السابق شكرا لكم على حسن شكرا لكم على اشتركوا في القناة شكرا لكم على اشتركوا في القناة